سلامت يا سيدة أبواتكم جميعاً سنكمل بمحاضراتنا على مادة Object-Oriented Programming OOP البرمجة كائنية المنحة اليوم سوف نتحدث عن الـ Constructors & Overloading الشابتر الرابع والمحاضر الرابع سوف نتحدث عن الـ Constructors & Overloading في هذا المقطع سوف نتحدث عن الـ Constructors 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 كيف تستعمل كلمة New Keyword كلمة New وشو هي الشغلات التي يجب أن نضعها في الـ Constructors سوف نتحدث عن العلاقة بين الـ Constructors أو الفرق بين الـ Constructors و الـ Robertty سوف نتحدث عن علاقة أو الفرق بينهم بمثال بسيط سوف نتحدث عن مفهوم Overloading وهو استخدام نفس الـ Function أو الـ Method بنفس الاسم لكن بـ Structors سوف نتحدث عن الـ Copy Constructors اللي هو الباني اللي ينسخ نسخ وأخيرا سوف نتحدث عن الـ Garbage Collector اللي هو ينظف الزاكرة و الـ Distructors اللي هو عكس الباني اللي هو الهالي اليوم محاضرتنا شوي عملي فنحن نشتغل على Visual Studio اليوم بالمحاضرة سنستخدم Class 1 لا يوجد أي مشكلة أنه يكون أنا عندي Class 1 أو أنه عندي أكثر من Class كتوبة بملف واحد لكن يفضل دائما أنه نحط كل Class بملف منفصل هناك شغلي كمان أنه وتكون Class كتير كبير سي شارب تعطيني ميزة أنه أنا أسمي Class على أكثر من ملف وكمان هي ميزة جيدة أنا كل ما كترت الملفات كل ما كان يعني صحيح هو يبدو أنه أعقد لكن عمليا أنا بكون الكود عندي أوضع خلينا نبليش بهذا المثال طبعا حننتقل على Visual Studio ونمشي بهذا المثال شوي شوي بعدين نرجع على سلايدات مشان نشوف الشيء النظري نراجعه مع بعض طبعا حنبلش ببروجيكت جديد طبعا حنكون الكونسول سنقل له أوكي طبعا كالعادة سيفتح لي النافذة تبع الإدتر هدول ما في داعي لهم لاحظوا هون عندي Program رح خلي نفس ما رح ساوي كلاسين رح عمل بدل Program رح يغير اسمه ساوي Point تمام إذا عندي Class اسمه Point هذا الـ Class اسمه Point وانت يوجد بقلبه int x و int y إذا هو نقطة فهو له قيمتين x y الآن يوجد بقلبه Constructor كيف نفعل Constructor هو Public نفس اسم Class بالضبط تمام وممكن يأخذ بارامترات أو لا فأنا سأبني 2 Constructors واحد بدون بارامترات وثاني بيأخذ بارامترات اللي هنه initial طبعا بدون نكون النمط اللي هنه initial x و int initial y و هل الباني الأول Constructor الأول بما أنه لا يأخذ قيم سأجعله يعطي لل field قيم إبتدائية 0 ثاني سأخذ ذلك القيم الذي سأخذ مرؤون لل Constructor مرؤون يعني باس ديم لمين لا ال-x وال-y يلي هنه يتبع الكلاس الأساسية فحال له x يساوي initial x y تساوي initial y y تساوي y تساوي initial y تساوي الثاني الاول لا يأخذ برامترات ثاني يأخذ برامترات هذه البرامترات سيمرئة لل-x وال-y تبعاتي الآن بما أنه بنفس الكلاس وفي عندي مين فهو سيكون الكلاس سيعمل فيه الآن سأتعرف من point سأقول P1 تمام هون أنا عرفته لكن لسه لا أوجدها بالزاكرة الزاكرة يأخذ new و واحد من الconstructor سأخذ الconstructor الذي بدون قيم سأعرف instance ثاني إذن يصبح بواحد و بواحد 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 و بواحد و 200 بواحد 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 200 نحن لاحظوا الconstructor يكون لديه نفس اسم الكلاس و لا يوجد وحتى لا يوجد داعي استخدام void لأنه طالما عمارق focus باسم نفس الكلاس فهو معروف انه هو constructor من خلال دمجه مع new لما بمرئ له بارامترات فأنا استدعيت الconstructor الأول بدون بارامترات مع بارامترات فأنا استدعيت الconstructor الثاني الآن حتى نظهر القيم نستعمل وسيلة الاخراج تبعنا يلي هي console dot write line بكتب text معين مثلا b one x is بهذه الposition اللي هو index تبعه صفر حط لي b1 x تمام طبعا ما في مشكلة بالوصول إله لأنه أصلا حتى لو كانت private فهو هيوصلنا لأنه احنا بنفس الكلاس إلا أصلا عدت لأنه y and Y و أي قيمة و تقلل الثاني نحن لأن لكي تتعني إذن بي 2 هون بي 2 دعونا ننفذ ونرى ماذا سيصد لنا طرعا هو بطيء قليلا لأن الانتفيروس يمنع الملفات X-E تنفذ إذن مثل ما شايفين بي 1 X 0 بي 1 Y 0 بي 2 X 100 من أين أجتها القيام؟ هي القيام يلي أنا مرتها إذن الآن إذا عندما عرفت البي 1 استعملت الكونستركتور الأساسي و الكونستركتور الأساسي يعطي الكونستركتور الأساسي بناء بارامترا الذي بدون بارامترا البي 2 إذا انني بنيت بمية 200 مرته 200 فهذه القيام التي نتضعه لهذا هو طبعا إذن هنا عرفنا Field To Constructor لنفرض أن انا قمت To Constructor الآن سأضغي كومنت ثالث بالمثال هذا لدي لا يوجد كونستركتر وعملت عملية نيون من خلال البوينت بدون بارامتر دعونا ننفذ ونرى سوف أعطيني غلط لا يوجد كونستركتر هذه إضافية كونترول F5 قال لي بواحد إكس 0 بوايد معناته في كونستركتر وين هو هذا الكنستركتر؟ هذا الكنستركتر نسميه الكنستركتر 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 الافتراضي في حالة لم أعرفت كونستركتر فهو لوحده سيكون يستدعي كونستركتر بدون ما نرى لك أنه موجود هذا الكنستركتر هو الكنستركتر الافتراضي طيب الحالة الثانية اللي بنا نناقشها اليوم سأرجع هدول حشيل الكنستركتر اللي بيعطي صفر حشيل هذا الكنستركتر اللي بيعطي القيم اللي هي صفر تمام وحالة جاء بوينت واحد بوينت اثنين هلأ مفروض ان احنا في عنا كونستركتر افتراضي وانا حتى لو لم يكتبته موجود اضيف كونستركتر هلأ إذا جاءنا للنفذ لاحظوا أنه يعطيني غلط بحاول أن نفذ لأنا سأقول لي لا يوجد فهو فهو آئمر بارامتر لأريد فلا يجب ان نفهم اذا كنت سوف نستخل الكنستركتر اذا عمل كونستركتر تاني بيأخذ بارامتر او ما بياخد برامتر خلاص لغى كل شيء افتراضي ويصبح الكونستركتر المكتوب هو المستخدم فانا اذا بدي كونستركتر ما ياخد قيم لازم اكتبه مانوال تمام فاذا انا حتى استعمل كونستر كونستركتر ما بياخد ديفولت ما بياخد برامتر عفوا اللي هو مثل ديفولت كونستركتر اذا ديفولت كونستركتر هو هذا نفسه لكن لما انا بكتب هذا الكونستركتر حينحزف الديفولت كونستركتر فصار لازم اكتبه بأيدي وهلا بيرجع هذا البرنامج بشتغل تمام اذا هاي هي النقاط الاساسية اللي نحنا بدنا نغطيها اليوم نرجع على السلايدات ونراجعه مع بعض اذا مثل ما شايفين عندي هون في تو كونستركتر بهذا المثال الاول ما رأت له قيم فهو حيحط الـ x و y القيم اللي هي 1002 الأول ما رأت له قيم فهو سيستدعي هذا الكونستركتر وما حيعطي اي قيم هلأ في حال حزفت الكونستركتر artificial industri لاحزت أي مشكلة. فأم لا يأتي مشكلة حيتغلي البرنامج طالما انا بستدعي الكونستركتر بدون قيم لأنه مستدعي اخر يعني في عندي mechanismsستركتر لكن المغفلة هو الكونستركتر هلأ في دائما أرغبت هذا الكونستركتر وما وحطيت العمل ان اzeigtر صوليق فهذا هو ما ليسل ما يأخذ قيم ما هيشتغل ولذلك انا مضطر اني ارجع ابني بيدي هلا كلمة نيو هدفه الاساسي اذا كلمة نيو لازم نتبعها بكونستركتر حتى تبني لي الكائن كلمة نتبني لي الكائن يعني تضع هذا الكائن تعمله كرياشن توجده في الذاكرة ما هو الكائن هو instance of my class اذا هون انا ضمن نفس الكلاس عرفت my first point و my second point من class point الاول بيستدعي هذا الافتراضي والثاني بيستدعي يعني الاول بيستدعي هذا اللي بياخد برامترات الثاني بيستدعي هذا اللي ما بياخد برامترات مثل ما انه طالما حطيت هذا فانا مضطر ارجع اكتب هذا بيدي اذا حزفت الاثنين ما في مشكلة بس بدي احزف هادا السطر بيبقى عندي بس هادا السطر وطبعا اذا نفزنا هاد البرنامج حيطبع لي هاي القيم بالطريقة اللي شفناه اذا هون عملية خلق في الذاكرة during object initialization if a class have more than one constructor the number of values passed to the constructors tell c sharp compiler which constructor must be info اذا اذا عندي اكتر من constructor مثلا هون عندي constructor واحد و constructor اثنين كيف يعرف اي constructor بده استدعي حسب البرامترات هون عندي two parameters فحيستدعي هذا البرامتر هون ما في ولا بارامتر فحيستدعي هذا البرامتر czyli constructor البرامتر هلا ليش البرامتر نحنا بنستخدموا البرامتر باحتاجه حتى امرأ القيم الابتدائية ازا انا بحاجة لأعطاء قيم الابتدائية للفاريابل الحصوصي او فيلز البرورتز من خلال البرامتر بشكل عام البرامتر عندما يستخدموا كلاس تبعك مثل ما هون كاتبين بتوقعوا البرامتر لم يأخذ وقت كثير ولذلك يوفضل دائماً البرامتر لن نضع فيه عمليات زيدي اذا البرامتر هو عبارة عن مثل تقوم بعمليات إددائية ويفضل ما يزيد هاي العمليات حتى ما يطول عملية نقطة الأخيرة بنحكي عنا بهذا المقطع هي إنه الكونستركتر والبروبرتي بيشبهوا بعض نوعا ما إذن بس ملاحظة أخيرة البروبرتي هي نوعا ما المثال فهو بيستدعى بال distributio.